بسؤال مباشر وصريح دولة القانون هل لديه استعداد على التنازل عن ترشيحه لمحمد الشياء السوداني أم لا كي تحل هذه الأزمة ويقتنع الطرف الثاني بدا بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لحضرتك ولي ضيفك العزيز الله محيط ومشاهديكم الكرام لم يكن السيد السوداني مرشح دولة القانون حتى الأمر يخضع بالنتيجة النهائية إلى دولة القانون إطلاقا إنما هو مرشح الإطار التنسيقي والدولة القانون هي جزء من هذا الإطار المكون من أكثر من سبع أو ثمان حدثني عن هذا الجزء حدثني عن دولة القانون وليس الإطار دولة القانون هل لديه استعداد على ساحب الشياء السوداني لا لا اليوم دولة القانون لم تتحدث بانفراد الموضوع ليس معنيا عن دولة القانون حتى أحدثك عن هذه الجزئية الموضوع عن الإطار وبقية الأطراف الأخرى الإطار هو معني باختيار رئيس وزراء وليس دولة القانون هي المعنية باختيار رئيس وزراء لو كان الأمر متروك لدولة القانون فقط نعم والله لتحدثت لك كثيرا وكثيرا لكن لا يمكن أن الآن أعزل دولة القانون أو لا يمكن أن أعزل أيضا الحكمة أو النصر أو الفتح أو صادقون أو أي طرف آخر ينضوي تحت هذا العنوان بخصوص موضوعة الاتفاق لاختيار رئيس وزراء اليوم كان اجتماع لدولة القانون انتهى للإطار التنسيق عفوا قبل قليل ولا يزال رأيهم رأيهم عفوا ببقاء مرشحهم محمد الشياع السوداني لرئاسة الوزراء ترجمة نانسي قنقر